يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة عاملين إيه؟ حلوين حلوين قوي حلوين قوي الناس النهاردة في الشارع حلوة قوي حضراتكم حلوين قوي الشعب المصري ده شعب عظيم وجميل ومبهر ومبهر في كل المواقف وفي كل الأوقات مبهر مهاردة سأني القدر دي ظروف خاصة يعني إننا تقريبا ألف ألف في البلد من المشاويل كثيرة يعني في الكاهرة وفي الجيزة وفي كل المناطق كل حت تقريبا يعني القدر سأني لده في كل مكان بتحرك فيه فيه ازدحام فيه ناس فيه ناس مبتسمة ناس فرحانة ناس عارفة إنها نازلة تعمل دورها الناس عارفة إنها نازلة تاخد حقوقها الناس اللي نازلت النهاردة تنتخب رئيس مصر القادم إن شاء الله الناس اللي شاركت النهاردة في الانتخابات الرئاسية دي ناس فهمة ناس وعية وده مش أشعار ولا جمل اللي هي العريضة دي بس هو ده الشعب المصري في الأوقات دي هتقولي أوقات عاملة إزاي الأوقات اللي محتاج فيها أو محتاجة فيها البلد الشعب المصري أيوة البلد تحب إن الشعب ينزل ينتخب ويمارس حقوقه بشكل كامل عشان صورة بلدهم صورة مصر قدام العالم كله تبقى دائماً وأبداً زي السابق والحاضر وإن شاء الله المستقبل صورة عظيمة وصورة كبيرة مش هتكون رائع حلو سيبك أنا ما بحكي لكش اللي أنا شفته في التلفزيونيات النهاردة أنا مش بحكي لك ده خالص أنا بحكي لك اللي أنا شفته وحضرتك أكيد لو أنت ماشي في الشارع النهاردة طول الوقت هتشوف ده طابير وناس وقفة طابير وإن كانت الأمور ميسرة بحسن ما سمعت لسوق حظي ما شاركتش النهاردة في العملية الانتخابية وما قدتش بصوتي بكرة إن شاء الله يعني يسقني القدر لده وأقدر أصوت بس ضروري جداً ضروري ليك انت ليك انت أولاً وبعد كده للبلد ليك انت مارس حقك مارس حقك دائماً وأبدأ كنا بنقول إيه إحنا عايزين حقنا عايز حقي أهو حقك أهو انزل خده انزل صوت صوت لمن تشاء صوتك لمصر والبلدك والسورة بلدك حلوة 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 والله المشهد دايماً جميل بلد حلوة بلد يعني بص تقعد تسلح كتب خيالك وقرأ بقى أشعار وقرأ قصايد وقرأ كل حاجة عن البلد دي بلد جميلة من يومها بشعبها وناسها طول الوقت بصراحة يعني ربنا يسعدكم ويفرحكم ويخليكم دايماً مرضيين إن شاء الله يا رب كلنا بإذن الله نوع مرضيين